اذا عطوا القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان يصرنا أن نذيع على حضراتكم أسماء الفائزين في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة من بلاغة القرآن الكريم فاز بجائزة قدرها 1500 جنيه ضياء فتح أبو الحمد حسن حاصل على معهد فني صناعي من محافظة سهاج وكذلك فاز بجائزة قدرها 1500 جنيه مي خالد محمود محمد ربت منزل من محافظة أسوان دعين الله تبارك وتعالى للفائزين بدوام نجاحي والسدد الآن مع سؤال جديد إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كتاب أحكمت آياته ثم فصرت من لدن حكيم خبيل من بلاغة القرآن الكريم آياته محكمات لا نظر من بلاغة القرآن الكريم مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النجار تقديم إسماعيل دويدار أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أساليب القرآن البلاغية الاستعارة وهي لون من ألوان التصوير في القرآن الكريم ومن شواهد ذلك قول الله تعالى ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ففي الآية الكريمة استعارة تصريحية حيث أطلقت كلمة مصابيح على الكواكب والنجوم مجازة فشبه سبحانه وتعالى الكواكب والنجوم بالمصابيح في الإنارة وهداية الساري وحدث المشبه الكواكب والنجوم وأبقى المشبه به المصابيح على طريق الاستعارة التصريحية والمعنى ما ترونه من كواكب منيرة تزين السماء هي مصابيح تضيء لكم ظلمات الليل وتهدي السائرين ومن بلاغة القرآن الكريم أيضا في الآية الكريمة تنكير كلمة مصابيح للتعظيم أي مصابيح عظيمة ليست كالمصابيح التي تعرفونها ويجوز أن يكون التنكير للتنويع أي مصابيح متنوعة فمنها ما يزين السماء ومنها ما جعل رجوما للشياطين المسترقة للسماء والسؤال السادس في أي سورة من كتاب الله تعالى وردت هذه السورة البلاغية مع ذكر رقم الآية والمواضع التي أشارت إلى بروق السماء بقيمة نولوم الأرض قد جمعت في كل عصر مع الأحداث أحداث تنسجم أيها الأخوة المؤمنون للمسابقة جائزتان يوميا قيمة كل جائزة 1500 جنيه ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك مع تمنياتنا بدوام التوفيق كتاب أعكمة آياته ثم مفصرة من لدن حكيم خبيب من بلاغة القرآن الكريم مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النجار تقديم إسماعيل دويدار